الصبح على الفطار اتجمع رفعت واسيم ورامي واسيم قال كنت فين يا رفعت ماما مهرة اول ما فائد سهلت عنك ارد رفعت وقال له كنت في الاستابل في مهرة كانت الحدوة بتاعتها تخلعت تقريبا انا هي بتجري عدلت هلا وبعد كده راحت علي نوم على كنابة جنب الاستابل اتناهد رامي وقال له يا بختك نمتلك كم ساعة انا واسيم ما نمناش من امبارح كنا جنب عمتك والخال نومان اللي ما نعرفش حكاية وايه مع مهرة ده حتى لما رجينا نسأله قال نفس الرضوة الماضي مش من حق الوحدي ان احكيه وطبعا في الظروف دي ما نقدرش نسأل عمتك غير ان الدكتورة مرتك امرتنا نسيبها ترتاح شوية وبلاش نضغط عليها ابتسم رفعت بشوء ليه زينب وقال يا خبر بفلوس بكرا يبقى ببلاش بكرا عمتك تسترد صحتها ونعرف منها حكاية نومان ابتسم رامي وقال والله نومان ده لو مش خال مروه ما كنتش سمحت له يدخل من باب الصراع حتى ابتسم رفعت وقال يا عيني على الرجولة خايف منها وانت لسه على البر واما لما تدخل بقى هتمشيك على الصراط ابتسم وسيم ورامي اللي قال من لها ما تخافش اخوك حمش مش انا لتمشيني واحدة ستة على كفها وبالمناسبة اللي حصل لعمتي مهرة خلاني نسيت أبلغكم ان خلاص حددت معاة زفافي انا ومروه بعد عشرين يوم من دلوقتي ابتسم رفعت وقال مبروك بكده مش فاضل فينا عزب غير وسيم ها مفيش واحدة في سكتك وهو عطول قلمة اللي نزلت من اليونان على الشرقية على عندك في الجامع الله صحيح يا فين دلوقتي النوعية دي تصحبها اه لكن تتجاوزها لا اسأل اخوك عن تجربه السابقة مع توامها اتناهد رامي وجه في خياله ليلة لم نفسه انه تصرع وحرمها من حضور المحاضرات والساكاشن بتاعته لكنه قال في عقله انها اللي بدأت بالوقاحة معاوة تستاهل ابتسم رامي وقال كل دي تنهيدة وقعد تكون طبيت في ألمة يبقى تزرع عرائل من دلوقتي بقى ابتسم رفعت وضغاز وسيم وقال له ونوية ألمة دي ما تمشيش معايا كفاية انها لما ارفت ان ماما هنا تعبانة اتحججت انها جاية من سفر ومحتاجة ترتاح ومش هتقدر تيجي لهنا ما انت عارف ان هي وقتها مش وش مسئولية وكمان انا مش بفكر في الجواز دلوقتي لسه قدامي وقت مش مستعجل زي الأخ رفعت اللي اتجاوز في يوم واحد ده لو اتجاوز من دكتورة ما شاء الله واضح انها مهنية على آخر شايف كان نام في استراحة لستابلس داي ابتسم رامي وقبل ما يهزر هو كمان دخل مجد اللي قال صباح الخير يا شباب ها بتضحكوا علي ما تضحكوني معاكم قبل ما زوزي اختي تنزل وتقلب وشاه علي ابتسموا كلهم لكن ساموا اللي بتقول تصدق انك اخ هزق ابتسم مجد وقرب منها وقال اختي الكبيرة يا جماعة وبحترمها رغم طولة لسانها الصباح الخير يا زوزي اختي حبيبتي الغالية خلاص بلاش كلام كتير خلينا نفتر انت مش اجستك كانت يوم ولازم النهار ده بالليل ترجع عتاقه ابتسم مجد هو بيشد الكرسي لزينب علشان تقعد اتفضلي يا ليدي سامحني يا رب في الكتبة دي انا بقول تستبع على الصبح ابتسم مجد وقعد على الكرسي اللي جنبها وقال بهزار ما قولتوش يا شباب كنتوا بتتحقوا علي ايه رد رامني وقال مفيش انا كنتوا بقولهم ان خلاص حددت معاد زفافي بعد عشرين يوم ابتسم مجد وقال وطبعا انا مش من ضمن المدوين رد رفعت وقال مش محتاج دعوة يا ابو ناسا انت من اهل العريس ناسي لنخطك مراطي حتى عشان خاطر نكسب الرضا بس تزيلة بل رفعت وابتسمت بسخافة قال وسيم طبعا عشان الورد ينسي له عن ليه دحك مجد وقال فين الورد ده قصدك تقول عشان الشكل في الورد زوزي وردة مفترسة يا بابا سكت وغمضت عينيها بقوة اللحظات لكنها فتحتها مرة تانية تقاوم الدوار واظهرت قوة مصطنعة وقالت له ولا بلاش ترجع عتاة متعلم عليك وكل وانت ساكت انا مش مادة للسخرية قالت كده وبصت لرفعت بتحذير بصلها رفعت وابتسم بلا مبالا ابتسم مجد لكنه حسن ان زينب فيها حاجة لانه توقع منها رد على رفعت لكنهم قاعدوا يفتروا لحد ما زينب جالها دوار تاني وقعت منها المعلقة محدش اخد باله غير مجد اللي ادها المعلقة مرة تانية وبصل وشها ولاحظ انه شاحب زاد قالق لما زينب قامت فجأة وقالت عناش باعتها هطلع قطي اجيب شنطتي على ما تخلص فطرك يا مجد ونمشي اخد رفعت باله لكنه قال انها ممكن تكون مجهدة من ليلة مبارا ام مجد وقال كان بودي افضل معاكم اكتر من كده وسعيدي ان اتعرفت عليكم واكيد لينا لقاءات تانية مع بعض وكمان هحاول ازبط اجيستي على معاد زفافك يا رامي واحضر فرح فلاحي ابتسم رامي وقال لا خلاص طبط مفيش فرح فلاحي تاني هو زفاف فقا عيوم الفرح وخلاص ابتسم مجد وقال مبروك مقدما وربنا يتميملك بخير ابتسم واسيم وقال ايوة ادعي ان ربنا يتميمله بخير للمرة دي انا اللي اتورد في جوازها وانا مش مستعد لها خالص ابتسم الكل وطلع مجد عند زينب اتكلم رامي وقال والله انا مش عارف ازاي النصيب خلى الدكتورة من نصيبك فرق كبير بينها وبين اللي كنت بترافقهم قبل كده حتى اهلها نص محترمة ابتسموا الاتنين وكملوا فطرهم فوق فوضت زينب دخلت زينب القوضة حاول تقاوم الدوار اللي حاسة به اخدت بمبوناية ورمت نفسها على السرير وغمضت عينيها وبسرعة حاست بتحسن شوية دخل مجد عليها من غير ما يخبط على الباب انخض لما شافها نايمة على السرير على ظهرها ومغمضة عينيها قرب منها بسرعة وقال لها بلهفة زينب مالك انت تعبانا فتحت زينب عينيها وقعدت وقالت له وهي مبتسمة لا انا كويسة قدامك زي الاردة هو قعد مجد جنبها وقال لها خضتيني عليك طب ليه ما كملتش في طارق وكمان دخلت لقيتك نايمة على السرير تخضيت اكتر زينب انت بتاخدي علاجك بانتظام ووشك شكله مجهد اوي ايوه انا كويسة والله انا بس مجهدة من الشغلة في الوحدة كان بقالي كم يوم مش بشتغل والظهر اني خدت على الانتخة ولما رجعت الشغلة حسيت بشوية اجهاد وبعدين كويسة انك جيت كنت عاوزة اطاعها مجد وقال قلت اولي عايزة فلوتس خلاص انس يا ماما بعد كده انت اللي تعتفي علي انت جوزك ملياردير ابتسمت زينب وقالت له يا واطي وانا مالي بفلوس رفعت وبعدين ما تخافش مكنتش هطلب منك فلوس انا كنت هقولك ان سميح اتصل علي تاني مردتش عليه بعت الرسالة انه هيكون هنا في الشرقية الاسبوع الجاي انا مستغربة تفتكر عاوزني ليه انا كمان مش عارف سبب انه يقطع مسافة من الفيوم لحد الشرقية عشان يقابلك بس يا خبر بفلوس انا عطعت اتصالاتي معاه وحزفت رقمه وبابا وماما قطعيني الحوار معاه من بعد اليوم اللي لغتي فيه كان بالكتاب ردت زينب وقالت كله من العامل اللي بينظف البيت في الفيوم هو اللي اداله رقمي يلا ارأيك كلها كم يوم ونعرف سبب الزيارة اللي مش سعيدة دي ابتسم مجد وقال تعرف يا زوزي ان حلمت بالبنت اللي شفتها مبارح وكانت لابسها فستان ازرق وانا كنت لابس بضلة بيضة تشتكري ده معنى ان انا هنتقبل تاني ونبقى البعض الفنتي درية قوي وعندها حية كده وخجل والشاب يحمر الواحد يا بيت مش زيك شارسة ولا عندك حية ولا خجل وقحة وشك مكشوف بسيت له زينب وضربته بقت لا كمان طبعا من الدولارات اللي بتقبضها كل شهر وبعدين على قلنا وشي مكشوف مش عقلي غبي زيك بتصور البيت من ظهرها وعايزنا عرفها لك يلا امي يا حيوان خليني اروح الوحدة وانت شوف طريقك لعتاقة ايديك تهيلي يا غبية انا عناية حولت بقيت شايفك اربعة دلوقتي خدي بالك كل ما بتفتري علي ربنا بيوقفلي اللي ياخد حق منك يا ظلمة يا رب توعمل على الحصان احباليك سرقابتك ويلا هيركبني حصان يا اهبل يلا امي اخلص كل واحد منا يشوف طريقه ام مجد ونزل هما الاتنين وهم عاستلم قبله رفعة اللي اتكلم وهو عنيه على زينب وقال مجد انا ديت اوامر للسوائي يوصلك للمكان اللي انت عايزه تشكر يا جزوختي يا غالي كلك كرم والله مش زي ناس تاخد وما تديش بس انا هتمشى مع زوزي شوية لحد الوحدة خلي السوائي يستناني هناك بقى اهو ااخد جولة صغيرة في البلد قال مجد كده وهمس لزينب وقال يمكن صدفة تانية قابل السندريلة ابتسم رفعة وقال تمام هتصل على السوائي يستناني قدام الوحدة ومرة تانية شرفتني واتمنى تحضر زفاف رامل اكيد ان شاء الله هحضر انا علاقت برؤسائي كويسة مش زي ناس بتخبط في اي حد وما بتعمرش في مكان ابتسم رفعة وقال لا خلاص اتطمن هتعمر هنا خلاص ابتسم مجد وقال اتمنى والله هو مرة تانية شكرا لكرم دي افتك قال مجد كده وقرب من ودن رفعة وقال له بدعيلك من قلبي ربنا عينك على البلوة اللي وقعت فيها دي ابتسم رفعة وهو بصت لزينب لا اتطمن انا قدها وقدود كمان بصت لهم زينب هما الاتنين بلا مبالاة ومشيت خطوتين وبصت وراها وقالت ايه يا مجد هو حوار الهمس بينكم مش هيخلص يلا هنتأخر مشي مجد ورا زينب وبعد شوية وزينب ومجد ماشيين في القرية شدت زينب مجد من ايده وقالت له ما لك ايه فيه ماشيت بحلق في الخلق كده ليه ايه اول مرة تشوف ناس ماشية في الشارع لا انا ببحلق في الناس يمكن اشوفها تاني طب بيتي يا غبي من اول نظرة ولا ايه على موم نصيحة مني بلاشت بحلق في الناس كده انت مش في القاهرة هنا هيعلقوك على شجرة من غير هدوم وانت ونصيبك بعدها بقى وانا هعمل نفسي معرفكش يا رايز بصت لها مجد وقال لها طول عمرك قصيلة بعد العصر قدام مطار اسكندرية وقفت عربية هاشم ابتسمت جاكلين وقربت منه وبسيته بوسة قوية وبسيت له وقالت له هرجع اسكندرية مرة تانية قريب والمرة الجاية هقعد مدة اطول المرة دي كانت لمهمة خاصة وانجزتها بسرعة المرة الجاية هتكون للمتعة وبس لسيت اقول لك لازم تكلم الرجل التاني يخلص لنا التصريح اللي هندخل بها الشحنة اللي هتدخل ادوية الخيل بتاعك ومن ضمنها هندخل الادوية التانية مش عارفة ليه الحكومة منع استراضي النوعية دي من الادوية انت درست صيدلة قبل كده وعرف انها بتستخدم لبعض الامراض ومنشطها للجسم وبتديه قوة مضاعفة اتدهق هاشم وقال الشخص ده بقى طماع جدا وبيطلب مبالغ مبالغ فيها ردت جاكلين وقالت والعمل ايه مع الشخص ده للأسف مضطر له لاني ما عنديش بديل هو سهل يطلع التصريح دي بسهولة من الجمارك بس على ما اعتقد هو بيجهز ابنه ياخد مكانه والتعامل مع ابنه اسهل منه ما تلقش المرة الجاية هطلب مقابلة ولو ما اسمعش كلامك هيحصل القبطان نزلت جاكلينما العربية ومشيت اتناهد هاشم بعد انزولها من العربية وكأنه زحمل على قلبه التقلي كبير بعدها اتناهد تنهيدة شؤل زينب اللي وحشته لكنه راجع الظهار بكرة واكيد هيشوفها بحجة الفحوصات اللي قالت له يعملها هاشم مش ناوي يسيب رفعة يفوز بيها بسهولة بالليل في الوحدة الصحية حست زينب بتعب خفيف وهي بتعاين حد من المرضى خلزت الكشف عليه وراحت على مكتبها حطت وحدة مبنية ببقها وقعدت شوية وبعدها حست بتحصل بعدها قامت وقلعت البلط في الوقت ده دخلت عليها صفاء ابتسمت زينب وقالت تعالي يا صفاء عاوزة حاجة؟ تسلامي يا دكتورة انا كنت جاية تطمن عليكي هاصل شكل وشك كده متغير انتي هتمشي دلوقتي؟ تسلامي يا صفاء ايوها همشي اصلا حسا بشوية صدع كده سلامتك الف سلامة يا دكتورة بس شكل وشك مخطوف تكوني حبلة؟ لأ طبعا هو صدع وهيخف حبلة ايه؟ انا بقالي قديم اتجاوزها ابتسمت صفاء وقالت مش بطول المدة يا دكتورة في حريم كتير بتحبل من ليلة الدخلة زي ما حصل معاي يلا الحمد لله يا بنتي بالدنيا ربنا يباركلك فيها يا صفاء وبعدين انا متأكدة اني مش حامل لده صدع مش اكتر يلا اشوفك بكرة ربنا يشفيك يا دكتورة ويطعمك الزرية استلحنتي ورفعت به وفقه رب وقت يا رب ابتسمت لها زينب وهي بتقول في نفسها زرية صلحتي اللي هتجمعني بالهمة جدا في سراي الزهور دخلت قلمة قضة مهرة وهي بتقول بما يع عميتها مهرة حمد الله على سلامتك والله انا زالت جدا لما دخلنا انبارح بتقنقل هاشم والخدمة قالت انك مريدة شوية بصراحة خفت عليك كتير كنت هاجي مع السمع وطمن عليك بس كنت مجهدة من السفر ازاي حضرتك دلوقتي انا الحمد لله بقت بخير والفضل يرجع للدكتورة زينب مرات رفعت دكتورة شطر قوي وكمان حلو وهي فين دلوقتي الدكتورة دي مش المفروض تفضل جنبك تراعيكي وكمان فين رفعت واسيم ما شفتهمش طول اليوم ردت مهرة وقالت هو بعد ما اتطمن علي خرج معرفش راح فين ورفعت هتلاقيه هنا في الصراية اكيد في الاستابل بس غريبة ليه ما سألتش على رام كالله معزة خاصة عندك ولا خلاص سفرك لليونان نستاكي صديق الطفولة ردت ألمى بارتباك وكذب كنت لسه هسأل عليه بس حضرتك سبقتيني ردت مهرة وقالت اكيد رامي عند خطبته اصله قال لي ان خلاص حدد معات فرحه ولازمهم شوية ترتيبات مع بعض ربنا يتمم لهم بخير قالت مهرة كده وقالت في سرها ربنا يتمم لهم بخير بصراحة انا بتشائم من وجود هشام او بانته في الظهار راني تليفون ألمى طلعته وبصت لمهرة وقالت لها ادي ريمة ابتسمت لها مهرة وقالت سلميلي عليها وهي بتهمس في نفسها وبتقول ربنا يبعدها بشرها وضغولي انتي كمان من هنا فارق وقت ردت ألمى وقالت لمهرة حاضر هسلملك عليها هطلع اتكلم من برع علشان الشبكة وكمان عشان مزعكيش ابتسمت مهرة وقالت بعدما ألمى خرجت ربنا يسطر منكم يا بنات هشام نفس خبس ولقم اليوناني أمكم زمان فرقت بين هشام وردوان بكسبة رخيصة يا خوف تكوني جاية تعيد التاريخ من تاني رفعة تنجي من كسبة وخدع أختك بس يا طرنت مين هدفك رامي ولا وسيم ألمى كانت بره بتتكلم في التليفون ريمة قالت باتصل عليكي من مبارح ليه مش بتردي ردت ألمى وقالت كنت عاملة فني صامت ما كنتش عاوزة إزعاج كنت مجهدة ولسه صح يا من ساعتين ريمة قالت قابلتي رفعة ووصلتي لرسالتي لأ لسه ما قبلتوش أنا يدوب لسه دخل الصراية قلت أشوف اللي اسمها مهرة دي اللي زي ما يكون كانت مستنيها نزولي وتتعب وواسيم ساب البيت وقعت جنبها في صراية رفعة ده أنا حتى جيت ما لقتوش هو كمان ولا هو ولا رامي مفيش غير مهرة والخرفانة إنعام الظاهر إنها في قضيتها يا رب ما قابل خلقتها ردت ريمة وقالت والبنت اللي اتجاوزها رفعة فين في الصراية لأ مش هنا مهرة بتقول دكتورة وراحت تشوف شغلها أوكي ما تنسيش رسالة الرفعة مش عارفة طالما لسه بتحب رفعة ليس بتي وسافرت اليونان وفابيو اللي بيحبك بجنون هتعملي إيه معاه ردت ريمة وقالت ما فيش إمانان من الرجوع لمصر غير فابيو مش لقي حجة أقولها له إني عايز أاجي بيها مصر كمان هو عنده علم بقصتي القديمة مع رفعة المهم دلوقتي توصل لي رسالة الرفعة وبعد كده أمر التخلص من فابيو مش هيكون صعبه قدام رفعة ابقي رجعت تسلي عليا وقليلي رد رفعة إيه على رسالتي تمام بس هبلاش كل شوية تريني عليا أكيد هنتهز أقرب فرصة وديله رسالتك على انفراط زي ما طلبتي